في الملف السوري موسكو تشتبه في مسؤولية الولايات المتحدة في هجمات استهدفت قاعدة حميميم الروسية شمالير سوريا إذ قال الكريملين أنه منزعج جدا من تقرير لوزارة الدفاع الروسية عن أن طائرة استطلاع أمريكية نسقت هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم وذلك في يناير كانون الثاني الماضي وساعدت طائرة استطلاع أمريكية من طراز بوسايدن 8 في تنصيق هجوم نفذته 13 طائرة مسيرة على القاعدة حسب نائب الدفاع الروسي